حيث عالجت مصالح وأمن ولاية تشلف 570 قضية تمكنت من خلالها من حدز قرابة القنطرين من الكيف المعالج وكذا 27.565 قرصا مهلوسا من مختلف الانواع حيث تورط فيها 818 شخصا سنة 2019 الحصيلة تم تقديمها من طرف روصائي المصالح بمقر أمن ولاية تشلف في ندوة صحفية بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية التغطية كانت لمرسلنا رشيد مشورة مجال الحيازة والاستهلاك خلال سنة 2019 تم تسجيل 285 قضية تورط فيها 338 شخص مقابل 212 قضية خلال سنة 2018 تورط فيها 255 شخص ترجمة نانسي قنقر